الأشعة الصينية في كثير من الأمراض يشير الطبيب بالأشعة الصينية أي الصورة إذ بالأشعة يعرف الطبيب صورة القلب والكلية والصدر والمعدة والدماغ تنفذ الأشعة في أجسامنا فتفضحنا للطبيب ونحن لا ندري إنها عدته كما أنها عدة الصانع في صناعته والشرطي في تحقيقاته اكتشفها العالم الألماني رونجن فسميت باسمه أشعة رونجن أو أشعة الصين الأشعة الصينية شبيهة بالأشعة التي هي بطيف الشمس كما أنها شبيهة بالأشعة التي هي فوق اللون البنفسجي في الطيف ولكنها أصغر منها موجات وبسبب صغر موجاتها استطاعت أن تنفذ في الأجسام الصلبة على درجات هذه هي الصفة الكبرى لهذه الأشعة صفة النفاذ في الأشياء ولكنها في نفاذها مستقيمة تصطدم بهذه الدرة أو تلك فتتعطل فلا تنفذ وعندئذ نقول إن الجسم امتصها وتختلف الأجسام في درجات نفاذ هذه الأشعة فيها وذلك تبعا لكثافة هذه الأجسام إن الأشعة الصينية تنفذ بسهولة في الأجسام العضوية كاللحم والأجزاء الرخوة الخضراء من النبات وفي الخشب الرخو بينما تنفذ في الأجسام الصلبة بعسر ومنها العظام والأسنان والأخشاب وأشد من هذه مقاومة للنفاذ للسخر والمعدن ومنه الرصاص الذي تتخذ منه صفائح سميكة لوقاية العامل من هذه الأشعة وشرورها وعلى هذا ينصح الأطباء المريض بعدم التعرض للأشعة في كل عملية فحص لأنه يتضرر بكثرة التعرض لها وكما تستعمل الأشعة الصينية في مجال الطب تستعمل كذلك في الصناعة وعند رجال الجمارك والشرطة الذين يكشفون بالأشعة الصينية عما في الحقائب من الأشياء المحضورة والتي لا يجوز الدخول بها أو الخروج من الوطن والأشعة الصينية لها فوائد كثيرة كما أن لها أضرار كثيرة على المرأة الحامل مثلا وهي أضرار لا تظهر في حينها بل إنها تفعل فعلها في الأنسجة فتحرقها بعد شهور لذلك ينبغي التعامل معها بحذر وتحت إشراف الطبيب ترجمة نانسي قنقر